أهلاً أعزائنا مشاهدينا من واصل حديثنا عن تجلي المسيح وهو واحد من أعظم الأحداث اللي حدثت قبل ذهاب يسوع المسيح إلى أورشاليم اختار جبل عالي منفرد لكي يكون مع التلاميذ بعد ما أعلن عن صلبه والغرض من مجيئه ومثل ما ذكرت أنه اختار ثلاثة من التلاميذ وهذا طبعاً شهادة صادقة شهادة شهود العيان اللي تكلموا عن هذا الموضوع والجدير بالذكر خليني أقول لبعض المتشككين في هذا الموضوع وصعب جداً بعد ألفين سنة ييجي ناس يقول لك شو اللي بيثبت أو شو الدليل واش معنى أنه لثلاثة تلاميذ مش اطنعش وليه أنه مش بعد القيامة وكتير مرات بنتساءل في هذا الموضوع يعني تذكرت شيء مهم جداً خليني أقرأ قبل ما أواصل الموضوع يعني الرب يسوع حسم الأمر في بشارة أو في إنجيل يحنم في آية 37 من إصحاح 12 ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي لاحظ لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا في عملية تسكير غل لأن إشعياء قال أيضاً اسمع هون الكلام قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصر بعيونهم لألا يبصر بعيونهم ويشعر بقلوبهم ويرجع في أشفيهم قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه هون يتكلم عن يسوع المسيح فإذن مع كل الآيات يعني إقامة موتى وفتح عيون العمي ومعجزات خارقة إشباع الآلاف ومع كل هذا اللي عاوزي آمن بآمن واللي ما عاوزيه لكن البعض آمن بس كانوا بالسر لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله في يحنى الثلاثة مكتوب لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين يعني من الأصل قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة من الأصل أحب الظلمة أعمالهم شريرة لأن النور بيفضح لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة من اللي بيستخدم هذه الأسليب هم تجار الدين رجال الدين اللي مش عاوزين يفوتوا على الحياة الأبدية ومش عاوزين غيرهم يختبروا الحياة الأبدية فبيمنعوا الناس من دخول الحياة هي كل ما هناك صلاة بسيطة افتح ذهني افتح عيني قراءة بسيطة للإنجيل تستطيع أن تستكشف لنفسك عن هذا العمل العظيم